نعم نروح معليش نروح للقسم الثاني للحديثي بقية لأنه لا يجب أن تمر مرور الكرام قضية مثل هذه القسم الثاني نبدأ بمجموعة توسط شرق الأمور لم تحسن بعد ولأنه اتحاد خنشلا في أحسن رواق للصعود لحضرة القسم الثاني هذا النتائج نتائج المجموعة وأيضا خنشلا فازت وفارق برج ملاين فاز وبالتالي بقى فارق النقاط نقطتين سامير بين خنشلا وبرج ملاين نعطيه أعطينا الترتيب مباشرة نشاهده اتحاد خنشلا ب63 نقطة وشباب برج ملاين ب61 في مؤخرة الترتيب الأمور لم تحسن بعد ما عاد أهل البرج والخضارية لسقطه للقسم الثاني باقي الفارق كل من ملودية العلمة شبيبة بيجاية ملودية قسنطينة حمراء النابة وملودية بيجاية حتى تقريبا لسكيكتا لأمور حتى السكيكتا نعم يعني ما زالوا 6 نقاط في اللعب نذكروا برك من أجل الصعود البيض في الجولة 29 تستقبل لا عفوا عفوا نبدأ خنشلا خنشلا في المجموعة شرق نعم خنشلا تروح إلى حمراء النابة الجولة 30 رحوا الجولة 29 خنشلا تستقبل ملودية بيجاية يتلعب على البقاء يعني المباراة لن تكون سهلة سامية وبرج ملاين تروح لاتحاد النابة اتحاد النابة خلاص ما عندها ما تلعب يعني بدون والجولة الأخيرة الجولة 30 حمراء النابة تستقبل خنشلا وبرج ملاين تستقبل سكيكتا هل حسيمة الأمور أم ماذا لم تحسم لم تحسم لكن هنا تانية أردو أن وعلى الأمور وعلى الأمور إن شاء الله برك لا يلعبوا على السقوط يسقطوا الفرق الكائن فيرق تسقط لو تخسر المباراة الآن ملودية بيجاية متنا بعد تحادة خنشلا تلعب أسو لا أذكرت المقابلة والمنافس كائن منافس ما عندهوش عمنا بقى ما تلعب حتى لشي صح؟ شاء الله برك لتكس بورتيف تحتار لتكس بورتيف في الناسونال دو لابلك باش تطلع لازم لك شوية كما يقول نفوذ دهان دهان فاكي دهان 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 لازم شوية الفاكي كيف يش هتصرع ليه؟ كيف كيف؟ كيف كيف دهاني كتر لتمام دهان وعلى شوية الأمور محمد سيد المح بداول النتاج الغريبة غريبة بداول النتاج الغريبة بالنسبة للبقاء تتكلم أو لحتى الأمور؟ الأخرين لا يربحوا بالنسبة لي نتائج غريبة نذهب للمجموعة وسط غرب وسط غرب يبقى فريق أيضا البيض في المرتبة الأولى رفقة تيموشنت البيض فازت وتيموشنت أيضا فازت وبالتالي سامير انا مشاهدية لحما نعطي المجموعة الجولةщёل ب bruja gotten التب kalau تيموشنت تقبل تق لي وأنت تحدث يجب ولكن الجولة الأخيرة جولة، جولةً اللهم تام There are والبناء became نعم ليها الجولة الأخيرة والبيض تتقبل 젊موشنت وتموشنت الأمور هنا أيضا صعبة أحاول صعبة فعالوا Educator فعالوا ولكن في البيت نقول بركيا ردوان سيك يعني كمام صافي بليزير كتشوف دي بتي 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 كما خنشلا والبيض خنشلا سبق لهم لعبوا في الناسونال اونا ايش او ديرنا صافي لانطان كمام عودوا لو اللعبوا الأدوار الأولى في خنشلا والدبيت سيزون وكان قالوا لهم بليح تلعبوا طلعا هاد العام بلاك يقولوا لك نعم المستحيل من نفس الشيء اللي في البيض عندما تردون الكتر رأسي للشيء بالتطبع لا 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 لقد رأيت الكتر ايش 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 اكترات كتير ستفوز المباراتين المتقدمين بالنظر للمجموع اللقائي اللي ما زالوا على كل حال سنو تابع كل هذا البيض خير البيض أحسن لو تبقى الأمور هكذا البيض هي لي في أحسن رواق وطبعا في المجموعة الأخرى خنش لا هي لي في أحسن رواق لأنها عندها نقطتين على شباب برج ملاين ويكون الإخفاق الثاني على التوالي إذا كنت بتاع برج ملاين لا برج ملاين سعدوا سعدوا مع جيجي سعدوا القسم الثاني معوش إخفاق اسمحنا من الله أراك بلك راك مدوق شوية